لا يبدو قريبا أن يتخلص العراقيون من ضجيج الدول التي تتصارع على مصالحها في أرضهم عوامل داخلية وخارجية تزيد من تعقيد الواقع الأمني العراقي وتجعل البلاد ساحة صراع مفتوح قطباه أمريكا وإيران مع محاولات أطراف أخرى مثل روسيا والصين للدخول في الساحة وخلافا لكل ما يشاع أو يؤمل لخروج القوات الأمريكية من العراق قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي يؤكد أن القوات الأمريكية باقية في العراق ولن تنسحب ومن يحاول إجبارها على ذلك فلن يوفق في مأموله هذا التصريح بمثابة رد قاطع على العمليات التي تستهدف القواعد الأمريكية بهدف دفعها إلى الانسحاب وبالتالي فإن الجانب الآخر الممثل بإيران مجبر على التعاطي مع هذا الواقع المزعج نسبيا له لكونه المانع من الانفراد الكامل بالهيمنة السياسية والاقتصادية على العراق على الطرف الآخر يبدو سلوك أذرع إيران يميل إلى التحايل والمواربة أمام الانزعاج الأمريكي من استهداف المقرات الدبلوماسية ظاهريا تصرح هذه الأذرع أنها ضد هذه الهجمات وفي نفس الوقت تكون جزءا من لجنة حكومية للتحقيق بهذه الهجمات وذلك لطمس الحقائق باعتبار أن المحقق هو المتهم نفسه وبناء على ذلك يظهر جليا أن أذرع إيران لن تقبل الانكفاء وترك الساحة وستعمل جاهدة لتحقيق ذلك وأمام الإصرار الأمريكي على البقاء في العراق وتعنت الميليشيات يتجه العراق إلى تصادم مصلحي دولي أكبر قد لا يبقي قواعد الاشتباك على ما هي عليه من خلال الصراع الناعم وفي ظل هذا الظرف يرى مراقبون أن التماسك الشعبي وترسيخ دعائم الوطنية عند المتظاهرين هو الطريق الوحيد لإخراج العراق من دائرة الصراع شكرا